مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين باعيون عربية الفيديو مات اليوم هو عن مشكلة ظهرت هذا اليوم في التليجرام للأسف أن التليجرام مدى يشتغل فكيف راح انشغله سأعلمكم على هذا الفيديو لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على قناتي يدعم قناتي باشتراك و لايك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل شي جديد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها بلين باعيون عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل في البداية إذا ظهرت عندك هذه المشكلة راح أعلمكم طريقة فتح التليجرام لكن امشوا فقط مثل ما راح أعلمكم لأنه ضروري تمشون مثل ما أعلمكم أول شي لازم تروحون على الإعدادات ننزل على عام ننزل على مساحة التخزين راح تظهر هذه الصفحة راح ننزل على السناب شات واللي راح نعمله نعمل إزالة التطبيق إزالة التطبيق شي ضروري إنه تعمله لأنه الجهاز ما يقبل إنه يشتغل VPN وحل هذه المشكلة راح فقط نشغل VPN إذا شغلت VPN والسناب مفتوح راح ينحضر عندك الاسناب وتخسر الهاتف مالتك يجيك حضر على الهاتف وعلى الاحساب مالتك فالحل إنه تروح على الأبل ستور تنزل هذا ال VPN هنا اسم ساتوشي VPN هذا ال VPN ساتوشي طبعا هم كثير VPNات أو هذا كان شغال إذا هاليوم شغال أو هذا ال VPN الأربع واحدة طبعا إذا تشوفون كثير VPN موجودة فتقدر تشغل هذا هذا الثاني جدا شغال أيضا فاست فرح يفتح عندك مرة أخرى أكرر بعد ما تشغل هذا تدخل على التليغرام ورح يفتح عندك التليغرام مية بالمية لكن اللي يواجه مشكلة خلي راسلني على قناتي أما النقطة المهمة إنه إذا حبيت أنه تشغل الاسناب رح تحذف ال VPN وترجع على الاسناب رح إعادة تثبيت رح يرجع يشتغل مرة ثانية وما تخاف علي ما رح ينحذف هذا الحبيت إيش راحتكم ميا أتمنى بنهاية الفيديو استفاعديتم ادعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراكوا لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين آسمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع ألف قبل ما انهي الفيديو فقط حبيت أشير إلى أنه إذا شغلت الـ VPN والسناب موجود الاسناب راح ينحذف للأسف فرجاء رجاء مرة أخرى احذفوا الاسناب وشغلوا الـ VPN وافتحوا التلي لو حبيتوا مرة أخرى تشغلون أكد الاسناب لازم تحذفون الـ VPN من على الهاتف وما أعرف التلي على أكثر أيضا راح يوقف وتشغلون الاسناب عادي لأنه الاسناب إذا شغلت ويا الـ VPN 90% راح ينحذف الاسناب والهاتف ما لتك ينحضر يعني راح تشتري هاتف ثاني هذا الحل للأسف الموجود حاليا تحياتي لكم مع ألف سلام